مطار البحرين أهلا بكم من جديد نبدأ من الشأن المحلي حيث أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البنفلاح للنشرة الاقتصادية أن أعمال البناء الخاصة بمشروع تطوير مطار البحرين الدولي تسير وفقا للخطة الزمنية الموضوعة له وحسب المقيس العالمية متوقعا أن يتم استكمال مشروع مبنى المسافرين الجديد في عام 2019 حاليا عندنا في مشروع جدا طموح لتطوير جوانب من البنية التحتية في المطار طبعا على رأس مبنى المسافرين هذه المشروع الحمد لله ماشي على البرنامج المعدلة وإن شاء الله في 2019 يكون عام التشقيل بجانب ذي المشروع في جوانب أخرى منها تطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع الشحن والنشاط اللوجستي عندنا حاليا عمل على واحدة من المناطق التي يتكون المرحلة الأولى من برنامج التطوير هذه المنطقة من المطار جاهزة اليوم للتطوير وإحنا الحمد لله في نقاش متقدم مع بعض المشقلين اللي أبدوا اهتمام جدي في إنشاء عمل لهم في المطار في خبر آخر كشفت أرقام حديثة صادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية عن نمو قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة ثلاثة بالمئة على أساس سنوي وقد عزى مجلس التنمية هذا النمو القوي للقطاع إلى استعداد المملكة لاحتضان خمسة عشر فندقا من فئة الخمس نجوم والأربع نجوم ومنتجعات شاطئية بقيمة استثمارية تصل إلى أكثر من عشرة مليارات دولار خلال الخمس سنوات القادمة وتتضمن القائمة الجديدة عددا من أشهر الفنادق على المستوى الدولي إضافة إلى احتضان البحرين لأكثر من مئة وتسعين فندقا ومنتجعا تتضمن ثمانية عشر فندقا من فئة الخمس نجوم وثمانية وأربعين فندقا من فئة الأربع نجوم وخمسة وثلاثين فندقا من فئة الثلاث نجوم وواحد وثمانين فندقا من فئة الشقق الفندقية وأحد عشر منتجعا شاطئيا بطاقة استيعابية تفوق ستة عشر ألف قرفة والحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف عادل بودواس رئيس المبيعات في فندق الدبلومات راديس نبلو مرحبا بك معنا في النشرة الاقتصادية وبداية ما هي أبرز إيجابيات استثمار 10 مليارات دولار على القطاع السياحي بصورة عامة وعلى قطاع الفنادق بصفة خاصة مرحبا أولا أشكركم على استضافتي في هذا البرنامج طبعا خبر جميل لما نعرف أنه راح يكون هناك مشاريع بهاي المبلغ اللي ذكرته أو ذكرته هاي طبعا بيعطي خيار أكثر للسائح لما يدخل البحرين عنده خيارات كثيرة وهذه راح يكون نعم معك هذه راح يكون طبعا خيار جميل وراح يساهم طبعا أكثر حق السياحة في البحرين نعم هل يمكن أستاذ لهذه الاستثمارات الضخمة أن تجعل البحرين تنافس أقرانها في المنطقة في استقطاب المزيد من السواح والزوار وزيارة مساهمتها في الاقتصاد الوطني طبعا 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 هذه راح يأولا يعطي تشويس أكثر وراح يساهم طالع مرش في عدة مجالات راح يساهم في قطاع المقاولات كبنية تحتية راح يساهم في التسنوات راح يعطي مور يعني بوش حق الأخوان في المجمعات يعني طبعا شي جميل هاي الحضار نعم أستاذ عادل بودواس رئيس المبيعات في فندق الدبلومات راديسون بلو شكرا جزيلا لك تازامنا مع زيادة الملك الزيارة الملكية التي يقوم بها عاهل البلاد المفدة إلى ماليزيا أبدى رجال أعمال بحرينيون تفاؤلهم في فتح آفاق أرحب من التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين خاصة في المجال الاقتصادي وذلك مع تزايد فرص مضاعفة حجم التبادل التجاري بين المنامة وكولا لنبور البحرين وماليزيا يتنافسون من فترة على المركز الأول في الصيرفة الإسلامية وهذه يعطي قوة للبنوك البحرينية والبنوك الماليزية بأن يعملوا بعض معط لخلق منتجات إسلامية جديدة وخاصة فيما يخص في الوقت الحالي في الصكوك الإسلامية وهذه شيء كبير نتمنى أن البنوك في البلدين ندخل في ما يخص التنمية الصناعية طبعا ماليزيا تعتبر دولة صناعية وندخل في قطاع الصناعة الغذائية الصناعة الغذائية في ماليزيا صناعة قوية ونحتاج أن يكون فيه استثمارات ماليزية في البحرين للصناعات الغذائية التي تحمل دمغة حلال أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم 1649 من أذنات الخزانة الحكومية الإسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين وقال مصرف البحرين المركزي أن قيمة هذا الإصدار تبلغ 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في الثالث من مايو 2017 وتنتهي في الثاني من أغسطس 2017 كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.22% مقارنة بسعر الفائدة للأذونات للإصدار السابق بتاريخ الـ 26 من أبريل 2017 حيث بلغ 2.23% وبلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته مليار وثمانمائة وعشر مليون دينار بحريني والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل النشرة مشاهدينا من أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم حيث أغلقت السوق المالي السعودي عند مستوى 7.013 نقطة بارتفاع قارب مشاهدينا الواحد بالمئة أما بالنسبة لأداء بورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6.843 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.16% وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4.522 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.21% ونأتي لأداء بورصة البحرين فقد أغفل المؤشر العام كما تلاحظون مشاهدينا عند 1335 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.26% وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين مليون وخمسة وستين ألف سهب بقيمة إجمالية تجاوزت 497 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 49 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 315 ألف دينار أي ما نسبته 63% من القيمة الإجمالية للتداول